أدانت مصر اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى الشريف برفقة مجموعة من العناصر المتطرفة وأكدت مصر أن مثل هذه التصرفات الاستفزازية تتنافى مع ما يجب أن يتحل به المسؤولون الرسميون من حكمة ومسؤولية كما أكدت مصر على أن الاقتحامات المتتالية للمسجد الأقصى والرامية لترصيخ سياسة التقسيم الزمني والمكاني له لن تغير من الوضع القانوني وتاريخي القائم والذي يعد فيه الأقصى وقفا إسلاميا خالصا دعية الجانب الإسرائيلي إلى التوقف بشكل فوري عن الممارسات التصعيدية التي تؤجج حالة الاحتقان القائمة بالفعل في الأراضي المحتلة